بسم الله الرحمن الرحيم سنتحدث اليوم عن الخسف انظروا أحبتي في الله هذه حفرة كبيرة جدا حدثت بشكل مفاجئ وسقط فيها بعض الناس وبعض السيارات التي كانت متحركة حتى هنا كما نرى سقط رجل انظروا أحبتي في الله هذا هو الرجل هنا جاء ليرى ما بداخل الحفرة وإذا به يسقط فيها سبحان الله ظاهرة الخسف ظاهرة يعني انظروا هذه الفتاة تتكلم بالموبايل انظروا كيف سقطت هنا سبحان الله يعني ظاهرة تحدث تصوروا أن خسفا يحدث بإنسان يمشي فجأة وإذا بالأرض تنهار منطقة معينة ثم تبتلع هذا الشخص ظاهرة لم تكن معروفة كثيرا زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن اليوم انتشرت بشكل كبير ونراها في دول متطورة هذا بيت في الاتحاد السوفيتي قديما خسف به وانهار هذا البيت هنا قبل أن أكمل يجب أن نعلم أن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام له حديث يربط بين الخسف وبين اقتراب الساعة قال عليه الصلاة والسلام ويكثر الخسف صلى الله عليه وسلم انظروا أيها الأحبة هذه مشاهد قليلة جدا من آلاف المشاهد الموجودة على الإنترنت انظروا إلى هذا البيت كيف خسف بشكل مفاجئ وكأن الأرض تنشق وتبتلع هذه المنازل انظروا هنا هذه مجموعة من السيارات حدث خسف في جانب الطريقنا وهذا الخسف أدى إلى انحدار هذه السيارات وسقوطها تدريجيا بشكل عنيف جدا انظروا الخسف هنا ابتلع هذه السيارات وانظروا إلى هذا المشهد المأساوي حقيقة هنا نرى أعمدة الكهرباء يخسف بها وهذه أشجار تهوي وتسقط نتيجة حدوث خسف في الأرض هذه الظاهرة أيها الأحبة نراها اليوم باستمرار قبل ألف وأربعمائة سنة ربما كانت نادرة الحدوث ولكن اليوم هذا الأمر شيء عادي انظروا إلى هذه الفتحة الكبيرة تحت لا يوجد شيء ما الذي حدث أيها الأحبة الحقيقة العلماء حللوا هذه الظاهرة ووجدوا أن تراكم المياه وانحلال أجزاء من التربة وبخاصة التربة الكلسية بهذا الماء يؤدي إلى حدوث فراغات هنا مثلا في مناطق معينة لا يشعر بها الإنسان ولا يراها فجأة تهوي به وفجأة الأرض وكأنها انشقت وابتلعت إنسان أو كائن أو بيت أو غابة أو شارع إلى آخره طبعا هنا النبي عليه الصلاة والسلام أنبأ عن هذه الظاهرة هذا البيت الذي خسف به يذكرنا ببيت قارون بدار قارون قارون الذي استكبر كثيرا وطغى ما الذي حدث له قال سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض فخسفنا به وبداره الأرض دققوا على هذه الآية فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين سبحان الله من سينصر إنسانا ينهار به بيته الأرض ابتلعت كنوز قارون وداره وكل ما يملك أصبح لا شيء فجأة الحقيقة هذه المناظر تؤكد صدق القرآن أحبتي في الله أنه من الممكن للخسف أن يبتلع بيت أو حتى رجل أو امرأة أو شخص يسير في الشارع كما رأينا إذن سبحان الله هذه المشاهد تدعون أن لا نتكبر تدعون أن نأخذ حذرنا ونحذر الآخرة الله سبحانه وتعالى يقول أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يحذر المؤمن في حالة حذر في حالة ترقب وعلامات الساعة تظهر الآن ونحن نراها وللأسف قل من يعتبر انظروا إلى هذا الخسف حقيقة على الإنترنت هناك آلاف المقاطع الشبيهة بهذه أنا اخترت شيء قليل منها فقط وإلا هناك الكثير من حالات الخسف التي تحدث في أماكن أختلفة من الصين إلى الأوروبا إلى روسيا إلى أماكن متفرقة النبي عليه الصلاة والسلام ربط ظاهرة الخسف بالظهور المعازف والقينات كثرة الأغاني والغناء والرقص والفنانات وإلى آخره أصبحت من سمة هذا العصر لذلك كلما كثرت هذه الظاهرة تكثر ظاهرة الخسف وبالتالي أيها الأحبة ينبغي أن نعود إلى الله أنا كإنسان مؤمن بل أنا كإنسان أستخدم عقلي أنا أريد أن أنجو بنفسي لأنني أنا وكل إنسان معرض للموت في أي لحظة بالأمس زلزال تركية عشرات الآلاف فارقوا الحياة بشكل مفاجئ خلال لحظات فمن الممكن أن تحدث أي كارثة أو زلزال أو خسف وبخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال من علامات الساعة أن تكثر الزلازل يعني كثرة الزلازل والكوارث والخسف والأعاصير وظواهر مثل السونامي وغيرها كل هذا من علامات اقتراب الساعة يعني يريد النبي أن يقول لي ولك احذر الساعة قريبة وقيامة الإنسان تقوم بمجرد موته يعني الإنسان عندما يموت وينتهي أجله قامت قيامته انتهى لا يوجد عمل لا يوجد رجوع لا يوجد اعتذار لا يفيد الندم انتهى كل شيء أحبتي في الله لذلك يعني أنا والله عندما أرى مثل هذه المشاهد وأتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام قبل أكثر من 1400 سنة عندما ربط اقتراب الساعة وعدد الكثير من العلامات مثل ظهور الكذب أو كثرة الكذب وأن يفشو المال فيفيض وكثرة الفتن وكثرة الحروب وكثرة القتل كما نرى اليوم بالإضافة إلى ذلك كثرة الزلازل وأيضا قال من أشراط الساعة ويكثر أو يظهر الخسف أو يكثر الخسف يعني هذه المشاهد تعتبر حديثة جدا أيها الأحبة لذلك يجب أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى طيب ما هو العمل الذي أقوم به ليطمئن قلبي أنا كإنسان أريد أن أعيش حياة سعيدة قد أتعرض لمثل هذا الموقف في أي لحظة لا يعرف الإنسان ماذا يفعل أو ماذا يحدث معه وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت فأنا ينبغي علي أن أستعد للقاء الله أن أحذر الآخرة يعني هذه الآية عظيمة جدا في سورة الزمر أمن هو قانت يعني خاشع متعبد متدبر للقرآن هذا هو القنط أمن هو قانت آناء الليل أجزاء طويلة من الليل ساجدا وقائما ماذا يفكر يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب العقول فعلا الذي يعلم ويستعد ويحذر مختلف تماما عن الجاهل الذي لا يعلم فلذلك أحبتي في الله حتى على مستوى التجارة اليوم والاقتصاد الذي لديه خبرة مستقبلية يحصد المال أكثر من الجاهل معروف هذا الذي يستطيع أن يتنبأ بأسعار أو بالحالة الاقتصادية يصبح أغنى من الشخص الذي هو جاهل لا يعلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إذن بمجرد أن تضع في رأسك أن ساعتك يمكن أن تقوم في أي لحظة وأنك يمكن أن تموت في أي لحظة بمجرد أن وضعت هذه الثقافة في رأسك وبدأت تفكر وتحذر يعني حياتك كلها حذر ذلك اليوم أول فائدة كل الهموم الدنيوية ستصبح صغيرة جدا لا قيمة لها لن تفكر بها عندما يحدث مثل هذا الأمر تختفي كل الهموم يعني مثلا أحبتي في الله انظروا إلى مثل هذا المشهد أو انظروا إلى خصف بإنسان إنسان خصف به في هذه اللحظة كل همومه تختفي كل مشاكله تختفي لأن لديه هم أكبر إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضاعة عما أرضعت وتضع كل حمل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد إذن هذا المشهد أخي الحبيب تخيل أنك تعيشه الآن هل يبقى من همومك شيء ستفكر ماذا ستأكل غدا أو ماذا ستفعل أو كيف ستزيد أرباحك أو تجارتك أو ماذا ستفعل في المشكلة الفلانية لا إذن عندما تضع هم كبيرا هو الآخرة تسعى للآخرة يعني سعيك حركتك تفكيرك طموحك أحلامك كل حياتك مرتبط مرتبط هذه الحياة بالآخرة ستكون مطمئن القلب ستكون هادئا لا تنفعل طبعا ولن تغضب ولن تحزن على شيء من أمور الدنيا لن تحزن إلا إذا يعني أصابك شيء يضر بآخرتك عندما ترتكب معصية تحزن عندما يفوتك وقت صلاة أو تنظر إلى ما حرم الله تخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون فالأمر أيها الأحبة يحتاج إلى حذر وبالتالي تطمئن وتصبح مستعدا في أي لحظة للقاء الله سبحانه وتعالى وهذه هي السعادة طبعا في الدنيا التي حرم منها الكثيرون بسبب تمسكهم وتكالبهم على الدنيا وبسبب أن الدنيا أصبحت كل همهم فوكلهم الله إلى الدنيا وبالتالي استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إذن بمجرد أن تغفل عن الآخرة وتغفل عن الدنيا عن تطمئن للدنيا وتغفل عن الآخرة يستلمك الشيطان وهذا ما يريده الشيطان لذلك الله تعالى ماذا قال قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا تمام ولا يغرنكم بالله الغرور الغرور هو الشيطان ربط بين الشيطان وبين الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أخيرا أيها الأحبة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الحذرين من الآخرة وأن نستعد جميعا للقاء الله الذي قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق